ملف الجنوب السوري وتعقيداته يبدو أنها ستنعكس سلبا على العلاقة بين النظام السوري وحلفائه إيران وروسيا فالحديث مؤخرا عن صفقة تضمن إخراج الميليشيات المحسوبة على إيران والذي أكده المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا كذبه لاحقا وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم التضارب هذا وتطمينات النظام بعدم إجراء أي اتفاق لم يمنع صحيفة ساز نتكي المقربة من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من التساؤل فيما إذا كان الأسد قد تخطى إيران تساؤل جاء في أعقاب تصريحات لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائر بن شابات من أنهم ليس لديهم مانع في استمرار الرئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم إذا من سحبت الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني من الأراضي السورية وتعقيبا على ما سبق على الدور الروسي في سوريا علق مستشار رئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد نسعود جزائري على الأخبار المتداولة بشأن احتمال خروج الميليشيات الإيرانية وأذرعها من سوريا بقوله إن أي اتفاق بهذا الشأن سيكون فقط بين سوريا وإيران وفي السياق ذاته قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن سوريا هي الوحيدة التي لها الحق أن تقرر من يبقى على أراضيها ومن الذي عليه الخروج وليست روسيا من تقرر وعلى روسيا أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا واتهم المسؤول الإيراني موسكو بأنها حاربت بسبب مصالحها الوطنية في سوريا ومن أجل أمنها لأن الكثير من الإرهابيين كانوا يأتون من جمهورياتها وهذا لا يعطيها الحق بأن لا تحترم السيادة السورية بحسب تعبيره وبين تأكيد الروسي بحدوث اتفاق حول الجنوب السوري ونفي سوري وتعميد إيراني لشرائية وجودهم نشرت قاعدة حميمين الروسية عبر موقعها أن معركة الجنوب السوري التي ستخوضها قوات النظام قريبا لن تحظى بدعم من القوات الروسية في حال وجود قوات مساندة غير متفق عليها مسبقا في إشارة للميليشيات الإيرانية الأمر الذي قد يمهد لدخول البلاد في مرحلة جديدة عنوانها صراع الحلفاء بحسب مراقبين